أهلا بكم معنا مرة تانية بنتكلم عن الترجيع في الأطفال من عشر سنين كنت قاعد بتعشف السيدة بعد العيادة جالي تليفون من الحضانة النايب بيقول لي ايه فيه طفل أبوه جابه عنده شهرين دخلته الحضانة الطفل عمال يرجع 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 باستمرار المشكلة مش في الترجيع المشكلة إن الأب بقدة تاريخ حالة إن عنده ولدين قبل كده بيجوا عنده سن شهرين تلات شهور يبدأ الطفل يرجع والطفل ده يوم يومين والطفل يتوفاه الله يموت الطفل بعد ترجيع لمدة يوم ولا يومين الكلام ده علامة خطر مفرد الدكتور يتنبه لها طفل عند ولد وعند شهرين يبدأ يرجع والطفل واحد من إخواته واحد واثنين توفى في نفس التوقيت لازم تنور لمبة حمراء في دماغ الدكتور إيه اللي ممكن يعمل كده؟ في حاجة اسمها أنا قلت للنايب إلحق بقى عوض للطفل السوائل ده علق له محلول ملح نص تركيز نص تركيز يعني إيه؟ يعني نص ملح ونص جولوكوز لأن الأطفال دول بيموتوا ليه؟ لأنه بيفكدوا الملح وجولوكوز من جسمهم والطفل ده يتوفى نتيجة نقص الملح والسكر في جسمه ودي له حقنة احسب له جرعة حقنة كورتزون والدهالو إيه التشخيص اللي تبادر لزهني؟ إن الطفل ده هو واخواته عندهم حاجة اسمها قصور في وظائف الغدى الجاركلوية إيه الغدى الجاركلوية؟ الغدى الجاركلوية موجودة جنب الكلية هنا هو جارة الكلية بتفرز مادة اسمها الكورتزول جوه الجسم اللي احنا بنقول عليه الكورتزون هو في الجسم اسمه الكورتزول الكورتزول ده بيحافظ على الملح والسكر في جسم العيال بحيث إن الطفل ده لو دخل في استرس يعني إيه استرس؟ يبدأ يرجع يزهي الجالو نازلة معوية الكورتزول يطلع يشتغل ويحافظ على الأملاح في جسمه لما أساساً ما يكونش فيه كورتزول والطفل ده يتعرض لسترس ترجيع ولا إسال الطفل ده يتوفى لأنه بيفكت بسرعة ما بيعرفش يحافظ على الملح والسكر في جسمه والطفل يوم على يومين ويتوفى أبو الطفل كان ناصح جداً أشرف دوا ابنه كان اسمه همام ربنا يحفظه قالك لا ده مش ترجيع عادي ده ممكن يبقى زي أخواته عشان كده جابوا الحضانة الطفل ده بفضل الله ربنا عنده جسور في وظيف الغضة الجار كلوية الحمد لله ماشي على نسبة كورتزول بسيطة عنده عشة ولا 12 سنة دلوقتي ربنا يحفظه لولده كل سنة والده والطفل ده هو عنده 3 شهور بعد ما ربنا كرمه كده ووصلنا للتشخيص أبوه عند سن 3 شهور جاي أشرف بيقول لي الطفل ده ياكل منجة قلت له ده ما ياكلش منجة قال لي يعني ما ينفعش ياكل منجة قلت له ده ما ياكلش منجة ده عنده 3 شهور قال لي طب خد المنجة بقى اللي كان هيكلها همام بصيت لقيت شنطة العربية حطيه فيها 3 تقفاص منجة أبو أشرف عايز أبو همام عايز يجاملني فبيجيبها بصورة جميلة أن همام ينفعش ياكل منجة فاخدها أنت يا دكتور رفعة كل سنة بقى لنا 10 سنين أنا ببشتريش منجة همام أشرف بيبعتني المنجة كل سنة ربنا يحفظه لولده والأستاذ أسامة عايز شوية من المنجة نديك شوية إن شاء الله مفيش مشكلة السنة دي بإذن الله يبقى الترجيع في الأطفال لازم يتخذ بمنتهى الحرص والأهمية ولاخذ ناخد حاجة اسمها تاريخ الحالة إمتى بدأ الترجيع في عيال قبل كده إخواته بيرجعه حد يتوفى تيجي الترجيع كل القصص دي مش مجرد بيرجع أصل عنده ارتجاع بيرجع أصل عنده ارتجاع لازم الدكتور يعد يتأنى ويسمع القصة علشان يقدر يوصل للتشخيص في أطفال تانيين يوم وماشيين في أمانة الله ما عندوش مشكلة العيل كويس عنده ست شهور سبعة شهور وبفجأة التفلي ده يبدأ يرجع يبدأ يرجع طب فيه إسهال لا مفيش إسهال بيبرز لا ده ممكن بقاله يوم ما يتبرز وكل شوية التفلي ده يلمي نفسه كده هو يتألم ألم شديد وبعد كده يفك يفودي اتين تلاتة يتألم تاني ألم شديد وبعد كده يفك التفلي ده عنده حاجة اسمها انتستسيبشن أو عنده دي أو انسيدات في الأمعاء ايه الانسيدات في الأمعاء أو الانتستسيبشن الأمعاء دي مفروضة زي فردة الشراب بساعات تتحرك كده وكتخش جوه بعضيها لما تتدكك جوه بعضيها بيعمل ألم شديد لأنه بتأثر على الأوعية الدموية يحصل ألم شديد وعشان كده الطفلي يفعد يلمي نفسه ومتقلم ألم شديد ويبدأ يرجع لأنه لما تدككت جوه بعضيها زي الشراب كده هو تسدت تسدت بعضيها جزء من الأمعاء بيتحرك بيتحرك ودخل في الجزء التاني سدت سدت نفسها يبدأ الطفلي يتألم ويرجع وتسأل فيه إسهال يقولك ما فيش إسهال مش كل عيل بيرجع يكون عنده نازلة معاوية ويمكن يبقى عنده انسداد في الأمعاء هقول لكم